السلام عليكم ورحمة الله نارضي ان شاء الله معكم في الجزء الثالث حلقة اسطورية بفضل الله تعالى مع اخونا الكبير السود مصطفى كناريا يعني تقل في كل الكلام بصراحة راجل من اشهر الاسامي اللي موجودة عندنا في مصر ومشي هبقى بالي غلطة في روطة العربي في مجال تربية الحيوانات مزهرة على ما شاء الله متكاملة جميع عنوعة الحيوانات يا رب الحلقة اتمنى الاعجابكم قبل ان نبدأ حلقتنا ما تنسوش في عدد صور الجرس عشان الوصول لكل جديد ولو بيعجبك محتوانا يعني شير الفيديو وبص من كل حاجة احنا انتو عارفين الدعم اخواتنا اولنا بتشوفون انين احنا النار ده من ارض ده اهلية. احنا من ارض ده اهلية اهلية اهل قرم واهل جدانة ورجولة. عشان الله نتكلم عن النعام وزاية ربيه صح. ودراس الجدوى للمشروع والاسهار عند السود مصطفى كناريا يا رب الحلقة اتمنى الاعجابكم. الآن ندخل المزرعة باسم الله. اشتركوا في القناة ان شاء الله معكم في الجزء التالت مع باشا مصر استاذ مصطفى كناريا الاسم الغنى عن التعريف. حبيبي. بفضل الله تعالى. النهار ده الجزء بقى بتاع النعام زي ما عادنا حضراتكم قبل ان نبدأ حلقتنا ما تنسوش تفعلوا جراس الاشتراك وتركوا منتفعيل زارة تنبيه. لكوشي اللي هو بعجبكم محتوانا وان شاء الله بدقين حلقة قوية جدا. عسود مصطفى كناريا. حبيب اسلام. الله يبارك لك يا غالي. مشروع النعام بقى كبير ومشاء الله عليك. حضرتك طبعا تخصص جوارح. وزواحف. بس ما شاء الله كل ما هو النادر عند استاذ مصطفى كناريا وارد. حبيب اسلام. الله يبارك لك. انا النعام في مصر هنا حاليا في الوقت الحالي سوق الضرب. سوق الضرب بقى ازاي? ان الناس كتير اتكلمت عن النعام ان هو مشروع مربح ومشروع 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 وناس كتير ربط وفي الاخر ما لايش حدش اشتري. ما حدش اشتري ليه بقى? لان النعام ملوش مستهلك. ملوش تصدير. يعني لا 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 ثقافتنا تسمح لنباح باستمرار للنعام ولا آآآآ بنصدره برا. فالانتاج زاد والاكل غلي. فانا انصح اي حد بما يرضي لها الفترة الحالية ده كلام انا مش هي يعني مش ها ممكن غير ما عافشو يتكلم فيه او يقوله. لان هو موضوع مختلف شوية. بس دي حقيقة واقعية. لازم ان نكون عارفينها عشان ما حدش يتدبس في حاجة او حد يدعك عليه. ان نعام الفترة دية ملوش مستهلك لزلك هتلاقي نعام كتير معروض وما فيش مستهلك له. لان احنا هنا في مصر جليل جدا اللي بيباحوا. تمام? ولاس كتير ربط وانتاجت منه وما لوش استهلاك ان هو يتصدر برا. تمام? فده لو صدر برا او الدنيا اشتغلت اه او او بدأ ليبالوه مستهلك او ثقافة داس اتغيرت. ساعتها الموضوع هتغير مية وتمانين درجة. انا استعزنت في صفحة صاروة ما بيأكله. اكملك بيه. تمام? فدية حاجة اساسية لازم الناس تعرفها عشان يبقى كلام واقعي وكلام اه حقيقي. ما لازل مش حد ولا نقول لا ده النعام والنعام والنعام بيجيب فلوس مرباحة ده النعام بيبيد خمسين بيضة ده البيضة اللي قد كنت النهاردة. كل ده اه مسكنات او بيع كلام للمواطن او الشاب اللي هو نفسه يعمل مشروع. والاسف الناس كتير بتخدع في 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 الموضوع ده ان هو عبارة عن فخت. النعام بيكتر النعام بيبيع. لا هو النعام له فترة من تلات اربع سنين فاته. هو فعلا كان الموضوع مربح جدا ومربوع كويس. اما الفترة الحالية لا انصح باي حد. وده كلام انا راجل اه اه ده يعتبر اكل ايشي بس انا مش عايز حد يبضر او حد يقول انت ازاي قلتلي النعام النعام واجه بيع مدخدتش من النعام او ملقيتش حد يشتريه فالتاري سعره نزل. فالنعام من الطيور الجميلة جدا. الطيور اللي فعلا كل حاجة فيها بتستخدم كدهن كريش كجلد كلحوم اه كيمة مادية عالية بس للاسف في مصر اه محدودة اه 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 او صعب اه استهلاكها يعني مفيش ناس كدير تاكل لحام يعني ثقافة اللحم النعام اصلا في مصر لكافة محدودة مع انك كيلو اللحم النعام لو بيعته حتى بمتين جنيه تمام او سبعين مئة او تمانين جنيه انت كده كازبان بس ما فيش ثقافة ان انا اشتري لحم النعام لاني ما تعودتش عليه او او ما عرفش ايه فوايده فده لازم يكون له اه يعني تصدير برا او اه نبدأ نستخدم او نستهلك الحاجة دي عشان خاطر نبدأ نعمل توازن في السوق المصري اما حاليا في السوق النعام مات جدا وانا منصحش اي حد هاوي ياخده كمشروع الفترة ديت نعم يا رب تكون فترة وتعدى ان شاء الله ان شاء الله خير فلاني طبعا انت عارف ان الاكل العلاف غليت هو طبعا بيأكل برسيم حجازي على فول سوية على نسبة ردة على برمكسيات معينة تمام دي وجبة اساسية له طب الطن كان ساعتها بيعمل ست الاف جنيه وخمس الاف جنيه حاليا طن العلاف بيوصل لحد تلاتاشر الف جنيه تمام ديت اه فديت عاملت عجز عند المربي فبالتالي اه سوء النعام مات حاليا في الفترة دي في مصر فعشان ما حدش يضحك عليك ويقولك تعالى خد النعام ده الموسم داخل احنا داخلنا على الموسم ده الاسرة بيعافش بيجيب كم الف في السنة كل ده كلام على الهاوي جديد عشان خاطر يدخلوه فالاخر نفسه بينحطين لا عارف يبيع ولا عارف يشتري ولا عارف يأكل فبالتالي بيتظلم معانا. ويا شريف كويه بترفرف ايه. ان شاء الله تكون فترة وتعدي بازن الله. ان شاء الله. اه. واتمنى ان انا فيدي الناس حتى لا يتضر اي شخص او اي شاب داخل على مشروع وخايف ان هو يتظلم فده كلام اه بيني وبين ربنا. اه. ما حدش يتظلم او حد يجع في الافقوق اللي هي معروضة على النت ويقولك اه اسرة نعام بكزا وتعمل كزا كل ده كلام اه تسويق لا اكتر ولا اجل. طيب بعد الآن ان شاء الله يعني الامور تزبط وتعمل تمام. حابين بس نعرف يعني بالنسبة للنعام يعني كتربية وقلم ساحة ليه بتكون في حدود عدد ايه? النعام الاسرة دول شبابات لسه ما انتجوش دول بشاير. النعام بيحتاج مكان واسع اهم حاجة لوق الرمل. اه. والشمس دول رقم واحد عند النعام. اه. الكبير. اه تاني حاجة الاكل الغذاء الصحي ان هو البروتيني العالي زي البرسيم الحجازي والفول الصوية والدورة الارجنتيني والبرمكسات والرز بترده. خلطة بتتعامل له ديت اه بتساعده على ان هو يكون. احسن. افضل وافضل غذاء ليه. اه. ان هو يكون ماشت معاك او يدي معاك وزن او يدي معاك اه بيد بسرعة. طبعا التسمين له علف مخصص على عكس الانتاج. اه. اتذكر ونتاج طبعا النتاج الرماضية? دايما اتذكر بيدي لون الغطيفة اصمر خالص غطيفة والجنحات بيضة وزاهية. طبعا ده عشان خاطر ده لسه ما انتاجوش فلسه ما سوش المرحلة دي. اه. ونتاج بتبع عبارة عن بني لونها بني. وطبعا اتذكر دايما بتلاقي اللي اصبت رجليه لونها وردي او احمر. اه. على عكس النتاج. على عكس النتاج بتبع لونها اصمر او ابيض. تمام? اه طبعا في موسم بتبع زوج بجو بيحمر من فوق. اه. دايما في المية وهو عمر يوم. بتعرف بنسبة خمسين في المية وهو عمر تلات شهور. بتعرف بنسبة مية في المية وهو اربع وخمس شهور. اه البيض اه على حسب دي لو اول بشاير لها بيجيب حوالي عشرين بيضة. لو اه انتاجت مرة واثنين بتوصل لحد خمسين بيضة في الموسم. انشاء الله. والطبعا النعام اه بيحتاج دارة رطوبة عالية جدا. فحتى لو انت عندك مكنة تفريخ تمام? لازم يكون عندك تكييف مركبه في المكان ده. عشان لازما بيوصل دارة رطوبة معينة. اه. المكانة ما تجيبهاش خارجيا. الله يبلك لك. انا اكون في انتك اسلام. الله خليك انا صاح اضافيها غلي. اه اه اخر سؤال. بالنسبة لأسعار النعام اصدنا. الاسعار النعام في مصر حاليا السوق ميت القتكوت مسلا حوالي الف جنيه. تمام? اه سعر القتكوت. بالنسبة للكبير بتبدأ مسلا على حسب اه حجمها. يعني معاك مسلا من اول اه اه شبابات مسلا ذكروا انت تاني يبدأوا معاك مسلا من سكة خمسشار الف ولده طالع. رقم الهاتف كبير? هو رقم الهاتف زروع عشر تسعمائة وخمسين سبعمائة وتلاتين حداشر. هساب لكم اه الوسائل التواصل ان شاء الله في صندوق الوصف معلش اللي اقولت على حضرتك يا غالي. حبيب اسلام. عشان بس احنا جينا في وقت اه استاذ مصطفى مشغول شوية. وان شاء الله اشوفكم في جزء الجهة على الخير. حبيب اسلام ماشي ماشي ماشي. احنا ندخل مع العامل اللي فاز. مع استاذ مصطفى.